السلام عليكم ان شاء الله لانه رضا نتكلم عن مخادرة ازاي تتكر او دليل تصميم البرامتري نتكلم فيه عن مفهوم البرامتريك ديزاين ونتكلم فيه عن مجموعة من البيزيكس او المفاهيم الاسسية المتعلقة بالتصميم البرامتري وانه المجالات اللي نقدر نستخدم فيها البرامتريك ديزاين وهنتكلم كمان عن ربطه بالتكنولوجي اللي موجودة دلوقتي اللي هي AI والميتا فيرس بغيرها اول حاجة ايه هي النقط اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة ايه هو التصميم البرامتري وليه ده مجال مهم دلوقتي محتاجين نهتم بيه ثاني حاجة ايه هي فكرة التصميم البرامتري ازاي لو عندك فكرة بعملها تسميم باستخدام البرامتريك ديزاين بعيد تحولها للرياليتي زي تقدر تعمل ده هنتكلم كمان عن مجموعة من مجالات اللي انت تقدر تطبق فيها البرامترك ديزاين معهد الأمثلة للبرامترك ديزاين في الاندقسة المعمرية مباني معمرية المعمرين المشهورين بعد كده لو انت عمل تصميم برامترك هل تقدر تحوله للميتا فيرس ولا لا وآخر نقطة وأهم نقطة نقطة الزكاء الاصطناعي هل الزكاء الاصطناعي يقدر يزعجني في التصليل البرامتري ولا لا ويه لو انا بقى عايز ابدأ اتعلم برامترك ديزاين ايه الخطوات اللي انا محتاج امشي فيها اول نقطة هنتكلم عليها ايه هو التصميم البرامتري لو انت عملت سيرش اونلاين او في اي مرجع هتلاقي ان البرامترك ديزاين بيقول ان هو بيبقى فيها مجموعة من البرامترز او الفاريبلز او المتغيرات وعملية تصميم بيبقى فيها مجموعة من المتغيرات اللي بتؤدي ان انا بيبقى عندي بدائل من نفس التصميم والله انا ليسا مش فائم لازم في الاول نعرض الديفناشن زي ما هو بس ملحص البرامتري ديزاين في 3 كلمات البرامترز فارييشنز والجوريزم مستصر شديد ان انا بيكون عندي مجموعة من المتغيرات المتغيرات دي قول لما بغير فيها او التارمترز دي قول لما بعدل فيها بتديني مجموعة من البدايل البدايل او النتائج بتاعة التصميم البرامتري هي دي اعدزلت اللي احنا بنيوصلها في الآخر عشان اعرف التصميم البرامتري لمجموعة المتغيرات دي ويطلع علي البدايل بحتاج اكتب له حاجة اسمها البرامترز او الثوارزميات او الديفناشنز او التعريفات اللهي انا لسا مش فاهم انا عرفت ان انا عندي 3 كيوردز مهمين جدا اللي هم البرامترز والبارييشنز والالبرامترز بس لسا مش فاهم يعني ايه بارامترز ديزاين تعالوا كده نشوف مثال المثال ده هتلاقي انه هو عمل ديفناشن او عمل الالجوريزم اللي هو موجود على اليمين ده البرامتر اللي هو بيتحكم فيه دلوقتي هو زوايا الدوران قول لما بيعدل في زوية الدوران لو خلاها مثلا عشرة ادى فارييشن لو خلاها عشرين ادى فارييشن تاني خلاها مية ادى فارييشن تالت وهكذا كل ما بيعدل في الفارييشن او في البرامتر ده بيديني ريزلت مختلفة هتلاقي مش بس البرامتر ده اوه المتغير عندي هتلاقي مثلا ممكن يبقى شكل الفتحات اللي عندي ده ممكن يبقى بارامتر ممكن يبقى الباسيك شي بنفسه بارامتر ممكن يتستخدمه مربع مستطيل اكسادونال انابس قويا كده الشكل بيتستخدمه وكمان يقدر يحدث في الغيط بتاع الدور تعدد الندور كل الحاجات دي نقدر نعتبرها ان هي بارامتر من ضمن البرامتر بتاعت البرامتر تقدر تطبق الفكرة دي على اي شيب واي شكل في الدور طيب انا لده مش غالب انا عايز افهم بيه هي الفكرة بتاعت البرامتر من اشهر الامثلة اللي تقدر تعرف فيها البرامتر اللي ملاهاش علاقة خالص بالبرامتر هي ان انا لو عايز اعمل كيكة اه لو عايز اعمل كيكة فانا بيكون عندي مجموعة من الامبوت زي مثلا البيض لدي ايه ميكينج باودر لسكر ممكن شوكرة الزبدة كل الحاجات دي تعتبر بالنسبة لنا هي البرامترز او المتغيرات كل الحاجات دي بعرفها عن طريق وصفة معينة والمقادير معينة المقادير او العصفة دي هي دي الالجوريزم او الديفانيشن اللي احنا بنتكلم عليه هي دي الخوارزمية اللي احنا بنعرفها هتليلي ان انت كل ما بيتغير في الوصفة بتاعتك بيديك ريزلت مختلفة ممكن مثلا يديك عاش فينو لو زودت السكر شوية يديك كعكة ولو قليت السكر وشلت الباكينج باودر مثلا وحطات خميرة ممكن يديك عجينة عجينة ببيتزا مثلا ممكن لو عدلت في المقادير دي تالي وزودت الردة ممكن يديك عاش سن فبالتالي ان انت تلاقي ان انت عندك نفس الامبوتز نفس البرامترز نفس المتغيرات كلها اما بتعبل فيها بتلاقي ان الرزلت او النتيجة بتاعتك مختلفة وهو ده بصد تصار مفهوم البرامترز ديزاين او ايه دي الفكرة الاسية ليه البرامترز ديزاين ايه بقى البرامترز ديزاين بروسس ايه هي عملية تصميم نفسها ايه هي زي البرامترز ديزاين بروسس طقية لازم يبقى عندك فكرة فكرة دي اين كان ايه السورس بتاعها ممكن مثلا يبقى عندك فكرة من وردة من حجم الطبيعة من شكل معين عايز توصله من روتيشن اين كانت الفكرة بتاعتك المهم ان الفكرة دي تبدأ تحولها المجموعة من المتغيرات او البرامترز تقدر تطلع منها مجموعة من البرامترز دي ممكن تبقى الهايد ممكن يبقى عدد مراته التكرار ممكن يبقى شكل باترن ممكن تبقى الاربنينج بتاعتك ممكن تبقى حناك كتير جدا البرامترز دي بتبدأ تعرفها عن طريق الخوارزميات او بتكتب الالجوريزم بتاعها علشان تديك مجموعة من البدايل او الورييشن وكل لما بتعدل في المتغيرات دي بتلاقي بيطلع لك بدايل اكتر علشان في الاخر تختار بديل منهم يبقى قوة الريزولت بتاعتك او النتيجة بتاعتك المختلف في البرامترز ديزاين على البروسيس بتاع الديزاين التقليدية ان انت هنا مش بالديزاين ريزولت مش بالديزاين نتيجة مش بتقعد شغال مثلا على تصميم طاور او تصميم فيلا او تصميم اي حاجة اي ان كانت ايه هي وتطلع نتيجة واحدة ولو حصل فيها مشكلة بتهد اللي انت عامله كله بتبتديه من الاول لانت هنا تصمم البروسيس وانس ان انت قدرت تصمم البروسيس او الالجوريزم بتاعك بيطلع لك عدد كبير جدا من ال تقدر بسهولة بعد اما توصل لنتيجة تعدل فيها مرة وطلع نتيجة تانية تعدل فيها تاني وتالت وعدد لا نهائي من المرات عشان تطلع عدد لا نهائي من المداية هي التولز اللي انت تقدر تستخدمها في البرامتريك ديزاين هتلاقي ان فيه مجموعة كبيرة جدا من البروجرامز تقدر تستخدمها زي مثلا بروسيسنج وديني تقدر تستخدم ثي دي ماكس فيه عليه حاجة ماربارة بي دي فيه مثلا اوتوكاد لعمل ديناميك بروك ان انت يبقى تقدر تعمل بروك مثلا اللي باب تتحكم في الديمانشنز بتاعته بعرض الباب معنى تقدر تعمل عنه حاجات برامتريك بلندر وطبعا دايلم والرابت وفيه اشهر الامثلة ان انت تقدر تعمل برامتريك على الراينو جراسوبر شوائن الراينو جراسوبر هم اشهر الامثلة وهم اكتر حاجة متطورة دلوقتي لان جراسوبر حاجة open source كل الناس تقدر تعدل فيها كل الناس تقدر تطور فيها يعيه كل يوم بينزل العدد كبير جدا من البلاجينز انت تقدر بعد فترة من التدريب وبعد فترة من المذاكرة تقدر اعمل البلاجين بتاعك وتنزله على الجراسوبر سوف هنتكلم دلوقتي عن مفهوم كده بسرعة جدا يعني ايه راينو 3D راينو 3D هو بروجرام من ضمن برامج الكاد كمبيوتر ايه ديزاين يعني ايه يعني التصميم بمساعدة الكمبيوتر ايه المختلف في الراينو عن كوجرام مثلا زي السكتشوب او زي 3D ماكس ان الراينو بيشتغل بحاجة اسمها نيربس مادلين نيربس مادلين النيربس مادلين ده هي في الاخر كده اكويشن رياضية هتلاقي ان الكارف بقى و بيبقى اسموس اكتر السيرفس سبيد بقى اسموس ليه لان هي مبنية على اكويشن رياضية لو انت مثلا جيت تبص على الخوز على الشمال هتلاقي اول واحدة دي مهمولة بسيستم اسمه مش المش ده ان هي تبقى عبارة عن كواتز او عبارة عن مربعات صغيرة كده ما ممكن الكوالاتي بتاعتها تزيل ان هو يزوده عدد التقسيمات او عدد السيدوينس دي بس اما بتزومن هتلاقي ان المربعات لسه موجودة على اختلاف الراينو اخر بديل فيهم ان انت مهما عملت زومن هتلاقي السيرفس بتاعك اسموس لانه هو مبني على اكويشن رياضي اللي على اليمين ده هو الانترفيس بتاع الراينو طبعا هنتعرض لها قدامه هنتلم عليها كتير جدا انه بقى جرس سوبر سري دي ده زمان لو حد كان عايز يعمل حاجة بارامترك كان بيبدأ يكتب الكود بتاعه او السكريبت بتاعه سابع على بايتون او راينو سكريبتينج او اي ان كان طبعا مثلا انه هو لو عايز يعمل نقطة فبجيكتب يفتح قص اد point يفتح قص يفتح قص زد بتاعتها الpoint ده ابسط الامثلة في الparametric design لان انت عندك three parameters ده زمان طب لو ننسيك كوما هو يغير في الاسكريبت بتاعه عشان اعرف في الارر السهل بقى في الجرس سوبر ايه انه هو visual scripting language ويبصل لك ده في صورة رسمه وفي صورة component المربع الصغير اللي احنا بنتكلم عليه في ال x, y, z وبيقول لك انه هو بيخدهم كلهم يحولهم لpoint عشان يطلع لك ال result بتاعه ففي الاخر visual algorithm editor اسهل في التعامل عن راينو سكريبتينج او عن البايسون عشان تقدر تديزاين عليه الارجوريزم اللي انت عايز لو بيعملت فكرة على parameter design وعايز اخليها حقيقه ازاي قدر اعمل ده دائم فيه فروق كتير جدا زي 3d printing لو انت عملت اي معضل عملت له design تقدر تسهوله جدا تغير الاكستنشا متى فايل ده بتعمله exporting وتطلعوه على اي 3d printer وتقول له اطبع للفايل ده و هتلاقي result بتاعلك طلعه accuracy مش طبعيه حاجه زي كده مثلا دلوقتي بتصدم في الاسنان انهم يعملوا الحاجات بتاعت الاسنان مش بس الحاجات الصغيره ممكن تروسي مكان ممكن مجوارات حاجات كتير جدا بالاستغل فيها 3d printing مش بس المواضلز الصغيره لا ده انت كمان تقدر تطبع يعني المبنى كله ازاي المبنى يطبع عن 3d printer بس concrete انهم بيبتدوا يطبعوا المبنى عبارة عن layers layers عملا تتحرك تتحرك لحد اما بيطلع المبنى بالكامل المبنى العليمين ده مبنى حقيقي موجود في المانيا وهي معمول عن طريق 3d printing concrete او ان انت مثلا بعد اما تخلص المواضل بتاعت تحوله لمجموعة من layers و layers دي تقطحها عن طريق مثلا laser pattern تعمل pattern معينة او تجمع layers المخترفة دي على شكل parametric pinch او عندك مجموعة من patterns بتجمعها مع بعض عشان تعمل شكل في 3d او يبقى عندك pattern مثلا هي بتبني الوجهة بتاعتك بس انت الحالة دي هتستوا من laser cutter انفع للمتال وفيه طبعا CNC وفيه غيرها دم طب لو انا عندي product معميري كامل عندي مبنى مهما كانت complexity بتاعته مثلا زي المبنى بتاع lever بتاع ابو زبي هتلاقي ان هنا فيه عدد كبير جدا من اللاورز بتاعت الباتجرز راجبه فوق بعضها انت عشان تعمل لها design لازم تستخدم parametric مينفعش مينفعش تمادل مينفعش تمادل pattern دي ده لازم تكون عشان هي اللي تقدر تديزاين بيه حاجة كده بال structure بتاعها بعد اما بنتهم علشان تحولها الحقيقة بعد اما تخلص تقدر تقلب الموضل بتاعك ان انت تدخله تعمله pen او تعمله building information تدخله مثلا على حاجة زي rabbit او او اي ان كان البين موضل اللي انت بتشتعل عليه علشان تقدر تدتكت كل edge في دول اللينز بتاعه قد ايه وطريقة التزميب بتاعته عاملة زي بالظبط ومكان المصمار فين بالظبط ودتكت لو فيه عندك systems ثانية لعلاقة بالتكفات او غيره او systems الصرف او اي ان كان السيستم اللي انت بتتكلم عليه تقدر تجمع الموضل بتاعك كله في مكان واحد بعد اما بتخلص modeling على البرامترة تخوله البين وتطلع منه succession ووجهات اللي بالحالة دي تقدر تطلع المبدأ بتاعك للحقيقة ايه بقى المجالات اللي انا اقدر اطبع فيها البرامترة العمارة؟ لا العمارة دي مجال من ضمن المجالات تقدر تستخدمها مثلا تصميم الاساس furniture design design المكتب بتاعك بشكل مختلف حاجة ultra modern تدزاين مثلا lighting elements بشكل مختلف مكنش موجود قبل كده وصعب جدا نعمله design عن طريق التولز التقليدية او ان انت مثلا استخدمه ان انت تدزاين من الشوز او الجازمة او القدش اللي انت بتجري بيه علشان يخفف وزنه مثلا علشان يخليه مريح في اللبس ومتماشي مع كل ملي في مقاس رجلك او انت مثلا تستخدمه ان انت ندزاين لمجاورات جاي هنا فيه عدد لا نهائي من الاشكال تقدر تعملها او منظن المجالات برضو ننتظر استخدمه في العمارة ان انت تقدر تقامل مبنى مثلا rotating زي ده كل دور لا تقف عن الدور اللي فوقيه ما فيهش دور زي التاني ازا قدر تحكم في الانجلز باكيشن دي كلها او ان انت تعمل بوتن زي ده responsive للشمس بتتتحرك مع شمس اما الشمس بتقتر البوتن تقفل بتقلل الاضاءة جوه الشمس اما بتقل فالبوتن بتفتح تنور المكان جوه او ان انت تقدر تعمل movement رهيبة وسورتس رهيبة عليه او ان انت مختلفة زي اللي كنا بنتكلم عليها بتاع جون نوفيل او ان انت ديزاين سورتس سموث جدا او ان انت تمان تستخدمه لو انت عملت ديزاين بتاعك على اي حاجة ازاي تعمل فساط انجينيرينج وتحول الموضل بتاعك ده الحقيقه ازاي بقى ديزاين التوصيل اللي هنا دي عامله زي بالظبط ازاي تدزاين اللي في الالمنس اللي موجودة كل الرطفة السعيز بتاعك مش طالف عن الرطفة اللي جنبه مكان المشمير طين بالظبط طبعا تقدر تعمل الكلام ده كله عن طريق البرامتر جزان هنتكلم عن مجمعه بالامثلة للتصميم البرامتري في العماره من اجبر الامثلة المثال اللي تقريبا لو عملت سورش على جوجل وكتبت البرامتر جزان هتلاقلك المبنى ده اول حال قابتعزها الحديد مركز حيدر عليه هتلاقي السيرفس تعمل بطريقة مش طبيعية وازاي السيرفس نعم كده وازاي سايح على الارض مش بس كده الستراكتور اللي وراه ده البنس زي ما فينش رود من دونس عز بتاعه زي التالي الكارفتشار بتاعه ده هتزبطه زي ازاي تعمل لشكل زي ده بعد ما تخلصه طول ده عن طريق البرامتر جزي باتر المتحف بتاع اه بتاع ابو زمي جونو بالعول عمله ديزاين بتاعه باتر الشكل هتحسه في الارض اخر سموز وناعم جدا ومبسيط جدا بس لو بقى الاتينر اكس بيرينس جواه عاملة ازاي ميطل اضاءات وحركة واللايت اللي داخل والنوفمينت والشكل والأتس بيرينس اللي موجوده جواه المبنى ومراه ما كانت تتعامل بأي طريقه طريقه ده ده لاكسي سو عزها حديد المباني تحسات سايحة مع بعضها قولي المباني على فاكرا الاجزابيس دي قولها اعمل حاجات السهلة هتلاقوا احنا في اول محاضرتين ثلاثة بريده ما طلع معظم الأمثلة دي بسئولة جدا بتقول زي بسيطة جدا المهم ان انت كائن فاكرا اللي انت عايزها يعني هنا هو بيفكر ان هو عنده او زيها كانت بتفكر ان هي عندها مجلعة من الفوليومز والفوليومز دي نعمة مع بعض وسايحة مع بعضها وبعد كده متقسمها للمجموعة من ومنها قدر تطلع مبنى زي ده حس ان هو المlusion هو بسيط بسيط سيرفيس ده بسيطة عملت ازاي الكتابات العربية دي تكتبط عليه ازاي ازاي يقدر نعمل Mapping او لأي رسمة او اي جرمتر او اي حاجة اي ان كانت إياها ازاي يقدر نعمل لأي image على Surface وزي يقدر نحولها الحقيقة ده المتحف المستقبل لموجود في دبيا طيب جونوفيل بيبقرنا كالعب البليتس دي كلها السيركس دي كلها المتبسلة مع بعض ازاي هدروا يوصلوا للسيركس او الروح الازاز اللي موجود هنا دا تعمل ازاي؟ ازاي جابنا تقاطع اربع خمس مستويات مع بعض عشان يجيبوا الازاز والفتاحات دي كلها ازاي هدروا يوصلوا ازاي هدروا يوصلوا ازاي هدروا يبني عقاة اللي موجود عليها علشان تبقى متمشة مع طبيعة قطر ازاي حديد خطة المترو فرج على الـ experience اللي من جوه عاملة ازاي؟ فرج على الـ pattern فيش panel زي التانية فرج على الفتاحات فرج على الـ dynamic بتاحها عاملة ازاي بالظبط الموفمنت بتاعت الـ shape كله عاملة ازاي؟ دمت من الامثال الرهيب اللي انا فعلا كل شوية بعد اتفرج عليه وبعد اجربة فيه كتير جدا ازاي بقى احول ده كمان مش بس اعمله المواضل بتاعه؟ ازاي طلع الـ fabrication drawings بتاعته؟ ازاي طلع الـ sales بتاع كل panel الفدول وزاي ابني الـ structure system المستخبه وراء كل الكلام ده وزاي اجمع كل التفاصيل دي وطلع كل panel فدول fabrication drawings لو انا بقى عملت ازاي بتاعي هاي ان كان ايهو؟ Metaverse متا دلوقتي او فيسبوك دلعالم كله الحتة الثانية يعني اه طبعا تعرفين ده دم الفيلم مشهور احنا رايحين في السؤال على الشمال صح والعليمين انت كمان ايه؟ احنا دلوقتي تقدر تشدر الميتنج بتاعك او الـ الوارشة بتاعتك او ايا كان ايه ايا في الميتا فيروس تقدر تبني الـ work space بتاعك تقدر تبني المكتب بتاعك كله ويجب عندك الموظفين بتوعك بيجوا يفتروا كل واحد بيلبس النظارة بتاعت الـ vr بتاعته ويقعد ويقعد ويقعدين في نفس الـ space ويقعد كل واحد اقعد في مكانه او في شعونه او في بيته او في اين كان طب لو انت بقى عايز تبني الموضل ده لو انت عايز تبني الميتا فيروس ده لو انت عايز تبني الـ space المختلف ده هتبني ازاي؟ ده مش بس معدل انجلياز مستخدم فيه برامترك design tools ده هتسهل عليك واتسعبك واتطلع بيه روضك مختلف ما كونش تقدر تطلعك مستانية طبعا هتلاقي حد زي بيجي مثلا هو الـ space بتاعه او الـ office بتاعه Google Metaverse مش بس كده انتقدر تعمل مدينة صغيرة ومتوقع جدا ان في المستقبل هيبقى فيه معمريين متخصصين ان هم يعملوا design للمباني بتاعت الناس Google Metaverse تبتخيل بقى انت لو من دلوقتي بتفكر ان انت عايز تبقى كده في يوم الايام عايز تلاحظة من اللحظات تبقى انت بالـ design يكون واحد بيتهم في الميتا فيرس طبعا المواضل زي بتتعمل جوا الميتا فيرس تبقى بقى قام هون لدي الوقت زكاء الاصطناعي ايه لقطة الزكاء الاصطناعي الـ parametric design احنا اتفقنا في الاول ان الـ parametric design ده عبارة عن algorithm عبارة عن coding عبارة عن Pyscripting صح؟ كما هو الزكاء الاصطناعي ده يقدر يساعدك في كده كتير جدا من اول الـ generation بتاع الافكار من اول ان هون يمكن يكتب لك الكود اللي تقدر تبني بيه المواضل بتاعك يعني انت عادي جدا ممكن تدخل مثلا على program زي chat GPT وتقول له create a personal script علشان مثلا عايز create rotating tower وديله دقيقة بالظبط هيديك الـ script الكامل اللي انت تقدر تعمل بيه rotating tower اللي احنا اتكلمنا عليه وانسا ان انت حطيته جوا وجوا سوفر هتلاقي المواضل بتاعك طلا فانت طبعا تقدر تستغل الزكاء الاصطناعي انه هو يساعدك في الـ design مش بس في الـ process بتاعت الـ result بتاعتك او process بتاعت الـ parametric انت ممكن كمان تبقى بغض المساعد الشخصي معاك تقول له مثلا انا عايزة create مبنى parametric بالمواصفات الفوالية فتقدر تتفايل شكل المبنى بتاعت تعامل ازاي وما تتفايل شكل المبنى وتمسل الـ result ترجع بقى تمشي وبالراجع تفكر تب ازاي ده اقدر احوانه لـ parametric algorithm وتقدر تخلي تستعين برضو بالـ AI انه هو يجينرات معاك الـ algorithm متوقع كمان خمس سنين مثلا احنا هنبقى بنوطشن نكتب نقول مثلا احنا عايزين مبنى شكله كذا 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 واذا كان اصطناعي بطريق automated هيطلعلك الـ result ويطلعلك الـ workshop drawing ويطلعلك الـ working drawing يطلعلك الـ application يطلعلك كل حاجة انت بس يتبقى تكتب كومت طب انت عارف ان انت من دلوقتي تقدر تستغل الـ workshop وان انت تقدر تعاليم الجهاز او تعاليم الكمبيوتر انه هو يجينرات الحاجات دي طبعا ان انت اجينرات افكار جديدة ان انت تطلع المباني الـ smooth ان انت تطلع كل كارفوفدر المكمل وزاي الـ الازاز الهنا بوجود والاشكال دي تقدر تستعين بها في الزكاء الاصطناعي حاجة مثلا زي mid journey او دل اي او ايا كان الـ program اللي انت هتستخدمه طيب انا مش شاطر في الـ rendering انت ممكن تستغل الزكاء الاصطناعي ان انت تعمل المواضي المتاعه على الـ rhino مثلا او على growth software وبعدها تخلي الزكاء الاصطناعي يطلعلك يعملك الـ visualization كامل يرندرهولك هذا زي re-render.ai اي ان كان بها حتى لو دخلت له sketch حتى لو دخلت له مواضي الـ خالص هو هيرندرهولك ويخلي كونس بتاعته رهيبة بدلا ما تضيع سعادة في الـ render خدوا بالكو التخلز دي كلها دلوقتي بتاعته تدخل جروه grasshopper انت من جوه grasshopper تقدر تبني المواضي بتاعك ايا كان ايهوه هو يرندرهولك بدلا ما تعد تعمله من الاول زي الصور اللي على يمين هنا هتلاقي ان هو بقى نموضي لهوه خالصه وبتدا يرندره انت كمان تقدر تعلم الجهاز ان هو يجنوريت الحلول مختلفة كتير جدا ما احنا اتفقنا ان احنا عندنا parameters انا ممكن في كهة زي دي ان الـ parameter عندي يبقى توزيعة الفرش اطلع منه 1000 حلل مثلا وابطلدي اعمل كل حل فيهم احلل كل الحلول دي اعمل analysis تفصيل كل الحلول سواء على الاضاءات سواء على موفمينت بتاعت الناس سواء على الغرب سواء على اي حاجة ايا كان الـ evaluation اللي يخطر على بالك بقدر تعمله analysis ممكن على الاكوستيكس كمان اخيل بقى لو انا عندي مثلا 1000 حل وعملتانهم كلهم evaluation او analysis ولقيت افضل حل فيهم عشان نقدر نعمل optimization نرسل من 1000 الحلول دي لحل واحد optimal ازاي يبدأ كل ده كان مقدمة عن parametric design عايز ابدأ اعمل ايه هي اهم حاجة ان انت تبدأ مش مشكلة تبدأ على ايه؟ تبدأ ازاي؟ مهم ان انت تبدأ مهم تبدأ على مثلا ايه مرجع ايا كان ايه اوه فيه ناس بتستايل دلوقتي هتلاقي فيه كورسز احنا نزلانها او كورسز بالانجليش او كورسز بايه لغه ايا كانت ايه هي هي فيه كتير جدا فيه tutorial كورسز بايه لذكير جدا ابدأ كل يوم حتى خذلك درس واحد خذلك definition واحد تحاول تعمله قلت لازم تقلت كتير هو انا عايزة بقى متفكر احنا بنتكلم عن الاتقار عن الانوفيشن انت لو ما عندكش الولدش لو ما قلتش مش طرف الحاجة دي تتعمل ازاي كلما بتقلد اكتر تشوف مباني كتير اتعملت ازاي وتحاول تقلدها وتحاول تفهم ده اتعمل ازاي مع التقليد الكتير هتقدر تطبق لوحدك هما تقدر تطبق لوحدك كذا مرة واثنين وثلاثة وتجرب وتفشل وتجرب وتفشل هتلاقي ان انت في الاخر تقدر تقنوفيت بحاجة جديدة تقدر تختارع definition جديد ما كانش موجود قبل كده تقدر تكريت اي pattern انت عايزة حتى لو هي مش موجودة تقدر تصمم اي حاجة اي ان كانت اي هي سواء مبنى سواء مكتب سواء furniture سواء lighting unit سواء حتى الجزمة بتاعتك تقدر تتزاين ملايا باستقدر تزاين اي حاجة انت عايزة اي ان كانت اي هي ومع التقبيق والتجارب الكتير هو ده اللي بيوصلك للـ advanced level تسقبها لك لو انت ما بدأتش النهاردة انسى ان انت توصل للـ advanced level كده احنا خلصنا المقادرة بتاعتنا جزي جزي جزي